السلام عليكم انا دكتور مرتضى راح نطيقكم محاضرة الانفراتمبرال فوسة كعملي خذنا باللكتر السابق التمبرال فوسة بتفاصيل هو يا دكتور باسمان وانا اشرحت لكم الانفراتمبرال فوسة باللاب اليوم راح نجي على هذا الاب اللي هو ال 5th essential anatomy 5th update multi clinical anatomy اي واحد بيكم يقدر ينزله ويقدر يتابع اذا اريد اشوف الانفراتمبرال فوسة خلي الانسان بالlateral position هذا البوزيشن على مودة اشوف الانفراتمبرال فوسة اول شغلة اسويه انه اوخر الجلد النقطة الثانية انه انا اذا اريد اشوف الانفراتمبرال فوسة نقطة الاولى خلي اوخر العضلات ونوخر الشرايين ونوخر الاوردة والاحصاب هذا بس الهيكل العظمي الانفرا تيمبرال فوسا هي الفوسا اللي صايرة تقريبا من اوخر الماندبل هي صير دايركتلي بلو لذلك هذا عظم الماندبل انوخرها هذه الانفرا تيمبرال فوسا هذه المنطقة بالنسبة الانفرا تيمبرال فوسا كن نعرف الباونداريز مالتها بيها انتيريار باونداريز اللي يتمثل المكزلة البوستيريار بورشن مالت المكزلة جزء الخلف مالت المكزلة هو الانتيريار مالت الانفرا تيمبرال فوسا والجزء الخلفي راح يكون هو التيمبرال البون بالضبط من عنده حتكون هاي اللي بروسس اللي هي تسمى بالستايلويد بروسس هذا الانتيريار والبوستيريار باونداريز شنو السوبرير باونداريز السوبرير باونداريز عدنه الانفرا تيمبرال سورفيس اف the greater wing of the sphenoid ذا التابعون السقف هو هسه السفينويد بون الانفرا تيمبرال سورفيس هذا السوبرير الانفرا تيمبرال سورفيس الانفرا تيمبرال سورفيس لو تتابعون ماكو شي يحيط من جوه لذلك الانفيرير بارت او الفلور هي نوع اناتوميكال فلور ما موجودة فلور بقى التو سورفيس اللي هو اللاترال اللاترال احنا قلنه اللاترال حيكون هو عظم الماندبل هذا اللاترال سورفيس لذلك أخفي الميديال سورفيس شنو موجود قدامكم هذي 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 هنانا هي الصفيحة اللاترال تريغويد بلايد مالتلسفينويد بون وأكوياها عضلات اللي هي سوبرير فارنجيال كونستركتر المصول تعتبر كميديال سورفيس هس عرفنا الباونداريز انتريار هي المكزلة بوستريار هي الستايلويد بروسس هذي البروسس مالتلسفينويد وعدنا اللاترال ماندبل وعدنا الميديال هذي لاترال تريغويد بلايد ويه سوبرير كونستركتر فارنجيال مسل انفريار اللي ماكوشي سوبرير اللي عدنا الانفراتمبرال سورفيس of the greater wing of the sphenoid خلصنا الباونداريز نيجي هسا على الكونتنت مالتل انفراتمبرال فوسة الكونتنت اوخر الماندبل الكونتنت شنو موجود اوشي عدنا عضلة العضلة يسموها Style Medial Onyllateral Trigoid Muscle هذه راح تطلع لكم هذه هي Lateral Trigoid Muscle شوفوها قدامكم Lateral Trigoid Muscle Lateral Trigoid Muscle بيها upper head جزء العلوي مالتها بيها upper head هذا upper head مالتها وبهها lower head هذا lower head مالتها multilateralume ال upper head الورجن مالت من الى greater wing of sphenoid من الانفراتمبرال سورفاس واللاور هيد طالع من الاترال تريغويد بلايت هذه الصفيحة بالضبط من الاترال سورفاس اثنين عدتين يجب انوين على هاي المنطقة كإنسيرشن اللي هو يسموها تريغويد فوفي موجودة بالنك of the mandible هذي اول عضلة العضلة الثانية اللي موجودة هي هذي خلصنا من lateral trigoid نجح على medial trigoid هذا المedial trigoid الموجودة لو تلاحظون بالmedial trigoid صارة شطرين واحد superficial هيد واحد superficial هذا والثاني deep هذا superficial surface وهذا deep surface superficial surface مين جايني لو تلاحظون انه superficial surface طالع من الجزء الخلفي من المقزلة من the tuberosity of the maxilla فالsuperficial surface طالع من the tuberosity of the maxilla وايل بينما الdeep surface لو تلاحظون هذا الdeep surface هو طالع من نفس الصفيحة بس مو جزئها اللاترال جزئها الdeep يعني هذي الصفيحة اللي عرفناها هذي الصفيحة اللي عرفناها فهذي الصفيحة هذي هي الصفيحة اللاترال surface مالتها انطاني للاترال trigoid بينما الميدال surface مالتها اللي لجوه انطاني للميدال trigoid muscle هذي بالنسبة للعضلتين اللي موجودات اللي هي اللاترال and the medial trigoid muscle بهذه المنطقة بعد عدنا اشياء كلش مهمة خلي نوخر العضلات شو راح يجينا راح يجينا بهذه المنطقة nerve كلش مهم اللي هو mandibular nerve هذا mandibular nerve هذا هو mandibular nerve لو تلاحظونه هسه هو ملون تمام يعني ملون اكثر من البقية المنطقة باقسام مثل ما تعرفون راح نتبع الكورس مالت المنطقة فا ويانا خلي نخفي بقية النيرف هذا mandibular nerve mandibular nerve راح يطلع من منطقة الدماغ عن فريق هاي الفتحة اللي نسميها فريمن اوفالي راح يطلع الماندبل نيرف كفريمن اوفالي هاي المنطقة من يطلع المفروض ينطيني برانشات بالترنك برانش من الترنك واحد سمينا اذا تذكرون سباينوس نيرف اللي هو يتورط هاذا النيرف يكون يرجع للدماغ يغذي المنينجيز عن طريق فريمن سباينوزا هاي صغيرة هنا بس ما موجودة هاي فريمن سباينوزا بس ما موجودة بهذا الاب تمام يرجع من عدها السباينوس نيرف لو نتبع المنديبلر نيرف المنديبلر نيرف قلنا رح ينقسم الى انتيريار ديفيجين وبوستيريار ديفيجين الانتيريار ديفيجين اذا تذكرون ينطي ثلاثة اعصاب هي موتور اللي هو واحد معتين هذا للتمبرال نيرف اللي هو الديب تمبرال نيرف هذا هم تمبرال نيرف وراح ينطينا ينطي ثلاثة موتور وواحد حسي السنسري هو البوكل نيرف البوكل نيرف ينطي منطقة تشيك مثل ما جايي تابعون هذا هو البوكل نيرف اللي يملون المنديبلر نيرف رح نجع على البوستيريار ديفيجين هذا المنديبلر نيرف البوستيريار ديفيجين قلنا اول واحد رح ينطي ارجح لوراء اللي هو هذا اوريكو تنبرال اذا تابعون اوريكو تنبرال وين رح يرجع يرجع لوراء ينطي منطقت الاوريكو والتنبرال اريا كسنسري هذا المالدبلاء نرف هذا اوريكو تنبرال ينطي اني يكمل رح ينطي اني دو نيرف واحد يروح للسان ينطي العجور اللي هو اللي NHS هذا اللي AC إن شفو senses إن كانت الماندي بولا الإنفيرير أليفي لر نرف قال thirty mamma قبل أنفسنا الإنفيرير أليفي لرغة إلى المانديبلر فيرامل وبعدين منديبلر كنال ويطلع بالمنتال فرامل قبل ما يدخل في هاي التفاصيل رح يمطيني نيرف هذا نيرف الذي يمشي على موضي يجهز عضلة الميلو هايويد هذي بالنسبة للمانديبلر نيرف الذي موجود أكو أشياء يسموها relation relation of the lateral trigoid muscle relation multilateral trigoid أنا على موضي أشوف lateral trigoid أول نقطة كون أبدي أوخر هذي العضلة بلاتزمة أوخر هذي العضلة masseter أوخر هذي deep masseter تمام المفروض أوخر المانديبل أنا أصلا أموخر هنا المانديبل في هذا السكشن وخرت المانديبل فاش وخرت تقريبا وخرت البلاتزمة وخرت الماسيتر superficial and deep masseter إلى أن قدرت أشوف lateral trigoid muscle هذي كلها يعتبر من ضمن superficial relation أكو أشياء هي deep relation أشياء صايرة deep للateral trigoid جواها اللي هي هذه اللي هي medial trigoid تقريبا صايرة جواها ويمشي بعد المانديبل المانديبل بالتفاصيل حيكون جواها يعني مفوقها هذي بالنسبة للاترال trigoid muscle أكو أشياء بالrelation موجودة أنه أكو أشياء تطلع above upper margin above upper margin خلي أسوي لكم تأشير عليها أكو أشياء تطلع من هاي المنطقة upper margin وأكو أشياء تطلع بين هن وأكو أشياء تطلع من جو تمام فأكو أشياء من ال upper margin وكو أشياء بين التوهيد وكو أشياء من ال lower margin شنو هذي الأشياء إذا تلاحظون من ال upper margin ركزوا إياي على منطقة ال upper margin هذا هذا واحد تمام وهذا واحد فال deep temporal nerves هي اللي تطلع من ال upper margin وياها شنو وياها ال artery اللي هو تقريبا المaxillary artery between the two heads رح يطلع المaxillary artery بالإضافة إلى البوكل nerve هذا البوكل nerve فهذا اللي فوق ذني between the two heads maxillary artery رح يطلع والبوكل nerve لجوه يعني inferior margin من هاي المنطقة رح يطلع هذا عدنا اللي هو ال inferior aleveolar nerve وهذا عدنا اللي هو ال lingual nerve رح يطلع inferior زائد branch اللي نسمي المدل مننجيال artery فهذا إذا نشوف بالصورة أوضح هذا ال deep temporal nerve من فوق deep temporal artery between the two heads هذي فوق between the two heads اللي هو البوكل nerve between the two heads شوفوا طلع between the two heads إذا تابعون الصورة وهذا المaxillary artery من جو شنو من اللower margin إذا تابعون هذا mandribular nerve اللي هو هذا inferior alluvial nerve وال auricotemporal بدرجة معينة زائد البرانشات مالته اللي هو middle meningيال artery هذا هو middle meningيال artery فصار من upper margin إذا نرجع نعيد هني بسرعة من upper margin يطلع أنه هذا temporal nerve between the two heads يطلع البوكل nerve on the maxillary artery بالlower margin يطلع المانديبلar nerve زائد المدل meningيال artery هذه بالنسبة لل relation فشرحنا relation شرحنا البويندار مالته الانفرات temporal فوسة شرحنا الكونت شرحنا relation مالته trigoid muscle شنو الأشياء اللي هو superficial شين الأشياء اللي هي ديب شين الأشياء اللي تطلع من upper margin شين الأشياء اللي تطلع من lower margin شين الأشياء اللي تطلع in between بقل اللي عندنا نشرح بهذا section هو artery كل مهم اللي هو maxillary artery maxillary artery مثل ما تعرفون هذا عدنا common carotid artery راح common carotid artery ينقسم الى قسم القسم اول هو internal carotid artery يكمل للدماغ شوفون جاي يروح يدخل منطقة الدماغ عن طريق carotid foreman وال external carotid artery external carotid artery ينطي هو برانشات تقريبا 9 النهاية مالة الexternal carotid راح تكون ياما superficial temporal artery ياما maxillary artery اليوم احنا كلامنا على artery اللي يدخل بال infratemporal focet وهو maxillary artery maxillary artery مثل ما راح ناكب بالمحاضرة راح تكض عضلة اللي هي lateral trigoid muscle lateral trigoid muscle هذي راح يتقسم المaxillary artery حسب lateral trigoid muscle الى شنو الى 3 parts هذا الجزء من عنده هذا الجزء يعتبر هو first part first part وهذا الجزء يعتبر هو second part واللي بعده هنا يعتبر هو third part فهذا التقسيم هذا التقسيم حسب lateral trigoid بال first part ش راح ينطيني arteries انتبهوا راح ينطيني inferior alveolar artery اللي يمش وياما يمش وي inferior alveolar nerve يروح للمانديبيل فورامن مانديبيل كنال يطلع من المنتل فورامن حال حال النرف البرانش الثاني اللي هو middle meningial artery من الفيرس part راح يصير عد inferior alveolar وال middle meningial artery واكو ascending pharyngeal artery هم يطلع لي من البرانش مالت هذا middle meningial من second مالت من وصل لل trig بالtrig راح ينطينا العضلة نفس ينطينا للعضلة للtrig راح ينطيها to arteries 1 to the lateral trig والثان to the medial trig نفس الوقت راح ينطيني temporal artery قلنا العضلة من التكذة تاخذ من عند اثنين 1 lateral trig و 1 to the medial trig تمام ف 1 ل هاي العضلة lateral trigoid و1 medial trigoid بينما temporal area راح تاخذ deep temporal artery المaster راح تاخذ المaster artery to the master muscle من يروح للthird part هذي يكمل السكن part بهاي المنطقة يكمل السكن part انت هاذ وانت هاذ واكو برانشات صغار متبعين بالfirst part قلنا انت هذا inferior alveolar وانت middle meningia فهذا كله first part هذا second part هنا راح يجي third part بالthird part ش راح ينطيني ينطيني اول واحد sphenopelotain artery اسمه sphenopelotain artery تمام sphenopelotain وينطيني برانشات اصغر greater pelotain artery هذا greater pelotain artery هذا sphenopelotain artery sphenopelotain هذا greater pelotain ينطي pharyngeal artery واكو برانشات كل شي صغار اللي هي كلها مسؤولة عن تجهيز الفيس بهذه المنطقة فهسا الشي اللي نعرفه اولا انه عدنا المجزلري artery اللي هو مالتل external carotid artery يطب للفيس يمشي transverse بالفيس يتقسم الى ثري بارت حسب lateral trigoid الى first part first part second part third part first part ينطيني inferior alivular artery ينطيني middle meningeal artery second part ينطيني من عنده second part ينطيني artery to the temporalis يعني temporalis وينطيني هنا واحد to the masseter وينطيني هنا واحد صغير اذا شوفو شلون يعبر يرجع ك pocal artery third part بها المنطقة ينطيني واحد صغير منها نسميه sphenopelotin وgreater pelotin وكو arteries اخرى يسموها ascending pharyngeal هذا cort small till maxillary artery تفاصيله بالنسبة لل vein ال vein هنا تقريبا نفس الترتيب تتبع للمaxillary vein هذا سمينا maxillary vein يعني نفس الارتري تلم ترجع الى maxillary vein المaxillary vein يلم الدم عن طريق هنا بلاكسس نسميها هذه الهوسة كلها هذه الهوسة اللي هنا كلها مال veins نسميها pterygoid venus plexus لين قريب على pterygoid راح تلتم من هاي المنطقة كلها ترجع للمaxillary vein المaxillary vein بدورة راح يروح للم common facial هذا المaxillary vein المaxillary vein وي retromondibular vein هذا maxillary vein وهذا المaxillary vein اللي يجي من الترجع venus plexus هذا retromondibular vein يكون اني هنا يلتقن ويا الانتيريار multi facial الى اني سوى الكمان facial vein وينتهن ك internal jugular فهس اللي صار عدنا انه عدنا المaxillary vein هذية التقى retromondibular راح يرجع يكون ال external jugular فهنا هاي venus oblexus هاي venus oblexus كلها يسموه teregoid venus oblexus هذا نسميه maxillary vein اتحد ويا اللي جاي من فوق superficial temporal vein يكون retromondibular vein انطاني branch posterior branch راح على مود يتحد ويا posterior auricular يكون external carotid vein ويمشي اكو عدنا هنا شي يسموه otic ganglion otic ganglion اللي يجهز الbarotid من بينه بالتفاصيل ما تكون كلش واضحة بس يعبار عن ganglion تقريبا deep to the lateral trigoid لهنا خلصنا المحاضرة اذا تردون هذا البرنامج نزلوا وتابعوا كلش تستفادون من عنده وهذه بالتفاصيل الدقيقة مالته وشكرا لكم